يعني خلينا نقول أن بجد يوم الجمعة كان فيه مكاسب كتير جداً لكرة المصرية وكان فيه مكاسب طبعاً للنادي الأهلي نادي الأهلي إحنا الحمد لله حققنا الفوز أداءاً ونتيجة وعودة نادي الأهلي مرة تانية وعودة الروح وعودة الانسجام وعودة اللعيبة المستواها كل ده مكسب مكسب كمان طبعاً لكولر كمدير فني جديد الصعيد الآخر لما نيجي نقول مكسب ليه الكرة المصرية أو مكسب لمصر إحنا شفنا بجد أداء محترم من جماهير الأهلي والزمالك شفنا لقطات حلوة منها لقطة مؤمن زكريا شفنا كل احترام ما بين اللعيبة إلى حد كبير يعني خلينا نبدأ من النقطة دي قبل ما نخش ليه تفاصيل المباراة أنا لقيت كام مشهد يقول فعلاً أن الكرة المصرية بقت بخير بداية من الجمهور من التنظيم من شكله جمهور أهلي وزمالك قاعدين جنب بعض ما فيش حاجة تتعكر صفه المباراة تماماً شكلاً وأجاءاً وحتى في الآخر بالنتيجة دي أول حاجة تاني حاجة لقيت يمكن في النهاية هدأ بالنهاية حتة شيكبالا مع مؤمن لازم أتكلم فيها دي لقطة جميلة جداً وبالإضافة لوجود كابنسانة بحفيز برضو مع شيكبالا ومؤمن دي حاجة بتعكس أن جوه حاجة وبرر حاجة تانية يعني أنا ممكن يبقى لي أصدقاء في نهاية الزمالك بعد ما بخلص مقراتي معهم وبقى مطش سخن جداً وإذا سواء النتيجة بالسلب أو بالإجاب بخلص يا خلاص بعد أن المرابة انتهية إحنا بقى أصحاب أصدقاء دي لحنا افتقدناه الفترة اللي فاتت دي أنا وعند يا كريم بين الجمهور وبين بعضها بإننا ندخل في حتة مش بتاعتنا كمصريين وأوجاد الضغينة يعني أوجاد الضغينة حتى لا السوشيال ميديا كمان بيتتكلم في حاجات وبتكبر حاجات كتيرة جداً بتعمل ضغينة بين اللعبة وبين بعضها طبعاً فده للأسف يعني تلاشنا في الإمارات بحسن التنظيم والشكل والمنظر اللي خرجت به المقرات حاجة تشرف جداً جداً مصر وحاجة تقول فعلاً أن إحنا ياريت نكمل على الوتيرة دي من حيث انتهينا مقرات الأهلي والزمالك ترجمة نانسي قنقر